أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لحادثي التفجير الإرهابيين الذين تعرضت لهم اليوم كنيسة مار جرجس بمدينة طنطة وكنيسة مار مرقص في الإسكندرية بجمهورية مصر العربية الشقيقة وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء وأكد المصدر تضام دولة الكويت المطلق مع جمهورية مصر العربية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من تدابير للحفاظ على أمنها واستقرارها معربا عن قناعته بوعي الأشقاء في مصر للأهداف الإجرامية لهذه الأعمال الدنيئة والتي تهدف للنيل من وحدتهم الوطنية وصلابة نسيجهم الاجتماعي مشددا على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره والداعي إلى ضرورة مضاعفة الجهود الدولية لاجتثاث هذه الظاهرة الخطيرة واختتم المصدر تصريحه بالإعراب عن خالص التعازي وصادق المواساة للأشقاء في مصر قيادة وحكومة وشعبا وإلى أسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ مصر وشعبها الشقيق من كل سوء